الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بدعنا أحبابنا الكرام بالحديث على الحديث السادس وشرحنا جزءا منه اليوم إن شاء الله تعالى نكمل من حيث وصلنا لكن سنعيد الحديث من أوله قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه من ابتعد عن الشبهات حيث لا يعلم حكمها من أراد أن يسلم استبرأ معناه طلب البراءة طلب السلامة فقد استبرأ لدينه وعرضه من اتقى الشبهات يعني من ابتعد عنها فقد استبرأ طلب البراءة أي حصل السلامة لدينه وعرضه سلم في دينه وسلم في عرضه العرض هو محل الذم والمدح الأشياء التي يذم الناس عليها ويمدح عليها الأشياء التي تجعل الإنسان بين الناس ذا مقام عال أو مقام هو دون هذا العرض فإذا من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه سلم في دينه وسلم من ذم الناس له لا يتهمونه بارتكاب المعاصي لأنها مشتبهة ليست واضحة فمن أراد أن يسلم في دينه من المؤاخذة في الآخرة وأن يسلم عرضه من ذم الناس له فليتقي هذه الأمور المشتبهة ولا يقربها ما هي هذه الأمور؟ هي التي تجاذبتها الأدلة ولم يتضح وضوحا ظاهرا أنها حلال أو حرام لكن هذا إذا لم يعرف حكمها أما إذا هو كان من المجتهدين العلماء الكبار اجتهد فأوصله اجتهاده إلى أن هذا الأمر حلال أو إلى أنه حرام يجوز له إذا أوصله اجتهاده إلى أنها حلال أن يفعله هذا لا يكون دخل في الشبهة لماذا؟ هذا أوصله اجتهاده إلى أن الأمر جائز حلال والذي مثل أمثالنا نلحق المجتهدين المجتهد ماذا يقول؟ إذا قال المجتهد أنه يجوز نأخذ بكلامه نقلده وإذا قال المجتهد أنه حرام لا يجوز نقلده ونأخذ بكلامه فيسلم بذلك أما إن لم يفعل هذا لا هو مجتهد فاجتهد حتى وصل إلى الحكم ولا هو مقلد قلد المجتهد بل دخل في هذا الأمر المشتبه فإن هذا لم يسلم لا في دينه ولا في عرضه فإذا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أما من باشرها عملها وقع فيها من غير أن يتبين له حكمها إما باجتهاده إذا كان مجتهدا أو بتقليد المجتهد لم يكن مجتهد ولا قلد مجتهد ما سأل وقع في المشتبهات فإن هذا مآله سيصل إلى الوقوع في الحرام الواضح البين لماذا؟ لأن الذي يتجرأ على مباشرة الشبهة هذا يجره بعد ذلك فيقع في الحرام البين بالأول يبدأ فيباشر الأمر الذي فيه شبهة هو غير متأكد حلال أم حرام ومع ذلك يباشره هو حرام عليه أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم لكن هل هو حلال أم حرام؟ بحد ذاته هو لا يعرف تجرأ على هذا من فعل هذا يقع بعد ذلك بالأمور التي هي حرام بين ظاهر فينبغي على الإنسان أن لا يقرب الأمر المشتبه أن لا يقرب الشبهة وللتمثيل على الأمور المشتبهة قالوا كيف يشتبه الأمر؟ يشتبه بأحوال قالوا قد يكون الأمر في أصله حراما ثم لم يعرف حله كيف هذا؟ نعطي مثال مثل الشات في حال حياتها حرام أكلها كيف تحل؟ إذا زكيت زكاة شرعية فإذا وجد الشات مذبوحة ولم يعرف زكيت زكاة شرعية أو لا يشتبه عليه هنا أمر هذا اللحم حلال أو ليس حلالا ما كان مثل هذا فحكمه أنه يبقى على التحريم حتى يعرف حله بالأصل هو ماذا؟ حرام أكلها أي الشات وهي حية أي متى تحل إذا زكيت إذا زبحت زبحا شرعيا إذن طالما لم يتأكد أنها زكيت تبقى حراما فإذا شك في اللحم مذبوح زبحا شرعيا أو لا لا يجوز له أكله لأن الأصل فيه ماذا؟ الحرمة ولا تزول الحرمة إلا بأن تعلم التذكية والتذكية لم تعلم هذا نوع آخر من الأمور التي تشتبه أن يكون الأمر في الأصل حلالا ولا يعرف حرمته لا يعرف أنه حرم فهذا يستمر فيه على الحل حتى يتأكد أنه حرام وهذا مأخوذ من الحديث لما سأل إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أكون في الصلاة أصلي فأحس بشيء في بطني ولا أتأكد أنه خرج مني ريح أو لم يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك صلاتك إلا أن تتأكد كأن تسمع صوتا أو تجد ريحا فدل هذا على أن الأمر الذي هو في الأصل حلالا لما هو متوضع له أن يصلي فهو حلال ما تأكد أنه انقلب إلى الحرمة فيستمر عليه هذا النوع الثاني ونوع ثالث من الأصل يشتبه على الشخص لا يعرف أصله هذا حلال أو حرام لا يجوز له أن يدخل فيه حتى يعلم الأصل الذي ينبغي على الإنسان أن يتمسك به حتى يسلم هو القاعدة التي ذكرها العلماء أن الأمر الذي لا تعرف حكمه في الشرع لا تدخل فيه لا تدخل في شيء حتى تعلم ما أحل الله منه وما حرم فإذا لم تعرف الحكم في الشرع فلا تدخل فيه ليس لك أن تدخل فيه قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أدى به الحال إلى الوقوع في الحرام كما جاء في بعض الروايات من اجترأ على ما يشك فيه أفضاه ذلك إلى الحرام المقطوع به أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يأتي رخصة من الرخص جاءت في الشرع لابد أن يكون قد عرفها على وجهها قبل أن يدخل فيها لا يكن هم الإنسان أن يتبع الرخص من غير أن يكون قد عرف حكمها على التمام لأنه إن لم يعرف شروطها وكيف تفعل قد يظن في نفسه أنه يفعل رخصة في الشرع ويكون هو وقع في الحرام مثلا شخص أراد أن يجمع ويقصر في السفر وقد سمع هو أن الحنفية مدة السفر عندهم التي يجوز فيها الرخصة إلى خمسة عشر يوما سمع هذا من غير أن يعرف التفصيل فصار يجمع الصلوات ويقصرها إذا بقي في السفر إلى خمسة عشر يوما أو أقل يجمع ويقصر معلوم أنه في المذهب الشافعي المدة أقل من أربعة أيام بعد ذلك سمع أن الحنفية ليس عندهم جمع في السفر إنما هم يقصرون فلما سأل قيل له ليس لك أن تجمع ولذا فعليك قضاء تلك الصلوات التي قدمتها عن وقتها بعد مدة سمع أن عند الحنفية البلد التي يقصدها الشخص إذا كان له فيها زوجة لا يقصر فسأل فقير له لابد أن تقضي الخلاصة أن الإنسان لا ينبغي أن يدخل في الأمور المشتبهة من غير أن يعرف حكمها على التمام وإلا فإن هذا يسوقه إلى الوقوع في الحرام من غير أن يعرف ويوصله بعد ذلك إلى الوقوع في الحرام المحض يجرئه هذا على الوقوع في الحرام المحض لأجل هذا الواحد منا ينبغي أن ينظر إلى قلبه وإلى حاله لا يكن همه أن يتلقط بأي رخصة حتى أعملها إنما لا بد أن يراعي حكم الشرع في الرخص كما يراعي في العزائم أصل الأمر أن الإنسان لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم وإذا اشتبه عليه أمر ابتعد عنه فإن لم يفعل ذلك فواقع الشبهات فليعلم أنه مواقع الحرام المحض الذي هو بيّن ظاهر أسأل الله أن ينفعنا وأن يحفظنا وأن يجنبنا الحرام إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين